لا للزنة وللقويات يطول التجاهل والخذلان فتطول معه قائمة الضحايا واحد وسبعون مختطفا هم من قضوا تحت التعذيب في سجون الميليشيا بحسب رابطة أمهات المختطفين أمهات المختطفين وفي وقفة نفذنها أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين رفضنا إطالة أمد قضية المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا مطالبات بالإفراج الفوري عن أبنائهن كونما يتعرضون له جريمة بحق الإنسانية وليست ورقة سياسية يمكن الضغط بها في تعز أيضا أدانت الأمهات في وقفتهم تزايد حالات الاختطاف وما تمارسه الميليشيا بحق المختطفين من تعذيب نفسي وجسدي وكذا محاسبة ومعاقبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بهم نقف اليوم تنديدا بإنت تلك الانتهاكات وباستمرار تعنت الميليشيات واستمرار تجهيل مصير هؤلاء المختطفين أيضا نندد ونطالب المجتمع الدولي بأن ينظر إلى هؤلاء المختطفين الذي أصبحوا بالآلاف وأمام ازدياد الانتهاكات تذهل الأمهات في تفسير حجم التخاضل الذي يفاقم من معاناة المختطفين وأسرهم متجاهلا كل النداءات